موسيقى رئيس مجلس القيادة يحنئ الرئيس الأمريكي ورئيس جمهورية بيلاروسيا بذكر استغلال بلديهم الصديقين موسيقى وزير الخارجية يبحث مع سفراء الإمارات وأمريكا وفرنسا تنسيق المواقف إزال قضايا ذات الاهتمام المشترك موسيقى وزير الإعلام يؤكد أن تصعد ميليشي الحوثي بالتزامن مع مفاوضات مصقط استهتار بجهود التهدئة وأحلال السلام موسيقى تفاصيل الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكر استغلال بلده الصديق أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة الشعب اليمني عن خالص التهاني وعطيب التمنيات للرئيس بايدن بموفر الصحة والسعادة ولحكومة شعب الولايات المتحدة كل التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيدة من التطور والنماء في مختلف المجالات وأشهد فخامة الرئيس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما تشهده من تطور وازدهار على كافة الأصعدة مثمنا المواقف الأمريكية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشي الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بعث فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس إليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا بمناسبة ذكر استقلال بلده الصديق أعرب رئيس مجلس القيادة باسم عضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وعطيب التمنيات للرئيس لوكاشينكو بموفور الصحة والسعادة ولحكومة شعب جمهورية بيلاروسيا المزيدة من التقدم والرقي وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عود بن مبارك برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة وقدم بن مبارك أصدق تهانيه باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني لرئيس الوزراء المصري وخالص تمنياته له ولكل أعضاء حكومته بالنجاح والتوفيق في مهامهم لخدمة الشعب المصري الشقيق وتطلعاته في استمرار التطور والإزدهار معبرا عن التطلع بأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من العمل المشترك والتعاون الأخوي المثمر على كافة الأصعدة وبما يعزز العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين اليمني والمصري كما عبر دولة رئيس الوزراء عن عميق الشكر والإمتنان للدور المشهود والتاريخي لمصر في الوقوف إلى جانب اليمن وما قدمته من تضحيات غالية ضد حكم الأئمة الكهنوتي واستمرار دورها المحوري والمؤثر في دعم تطلعات الشعب اليمني باستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني مؤكدا أن مواقف مصر مع اليمن ستظل خالدة في تاريخ ووجدان وضمير كل يمني بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك برقية تهنئة إلى ديكتشوف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة هولندا الصديقة وعبر رئيس الوزراء عن تهنيه لنظيره الهولندي وتمنياته له بالتوفيق والنياح ولمملكة وشعب هولندا الصديقة المزيد من التطور والإزدهار منوها بعمق ومتانة العلاقات بين اليمن وهولندا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شاعز زنداني مع السفير الإماراتي لدى بلدنا محمد الزعابي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشغيغين على مختلف الأصعدة وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء جدد السفير الإماراتي موقف بلاده الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي وعلى الحكومة اليمنية ووحدة واستغرار اليمن وسلامة أراضيه بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شاعز زنداني مع السفير الأمريكي لدى بلدنا ستيفن فاجين مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شاعز زنداني سفيرة فرنسا لدى بلدنا كاترين جيرم كامون وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه خدمة مصلحة البلدين الصديقين قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني قال إن تصعيد ميليشيا الحسد الارهابية الواسع في جبهات مارب وتعز والحديدة بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط برعاية مكتب المبعوث الأممي يكشف مساعي الميليشيا الحوثية لتقويض أي تقدم في هذا الملف الإنساني ويكشف استهتارها بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهديئة وأحلال السلام في بلادنا وضف الوزير الإرياني في تصريح صحفي أن هذا التصعيد الخطير والمتواصل في مختلف الجبهات يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في استمرار التعاطف الشعبي في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني في غطاء غزة لحشد تعبئات المغاتلين وجمع الأموال والأسلحة وتوجيه تلك الإمكانات لنسف فرص التهديئة وإعادة الأوضاع لمربع الحرب والعودة إلى قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بالدفع بتعزيزات كبيرة في منطقة الجفرة بمديرية العبدية جنوب محافظة مأرب وشنت هجوما واسعا مستخدمة سلاح المدفعية وطيران المسيرة والأسلحة المتوسدة تصدى له بحزم أبطال ألوية العمالقة المرابطين في تلك المواقع ولفت الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت أيضا التقدم في محور سقم بجبهة حيس الساحل الغربي لأن أبطال ألوية العمالقة المرابطين في تلك المواقع تصدوا للهجوم الغادر وأجبروها على التراجع تجر وراءها أذيال الخزية والعار وفي جبهة تعز أكد الإرياني إحباط الجيش الوطني محاولة تسلل الميليشيا الحوثية إلى الجبهة الأربعين وعصيفر الشمال مدينة تعز وتكبيد عناصر الميليشيا خسائر فادحة في الأرواحي والمعدات وطالب الوزير الإرياني لمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذا التصعيد الخطير والشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستغرار على كامل الأراضي اليمنية نظمة الهيئة العامة لشؤون البحرية بالعاصمة لموقتة عدن فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبحارة وتكريم الموظفين المتميزين وفي الحفل الذي حضره وزير الدفاع الفريغ الركر محسن الداعري والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري أشار وزير النقل دكتور عبد السلام حميد إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي للتعبير على الشكر العمير للبحارة سواء على مثل السفن أو في الموانئ والهيئات والشؤون البحرية وتزامن الاحتفال مع استمرار استهداف ميليشيا الحوث الإرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيغ باب المندب ما أدى إلى أصابة العديد من البحارة وحرف مسار التجارة عن البحر الأحمر وبيّن وزير النقل أن وزارة النقل أصدرت توجيها بإنشاء مركزا بحريا في حضر موت التدريب ورفع خطط التدريب في الخارج مؤكدا أن الوزارة تولي جانب التدريب للبحار اهتماما خاصا ولديها منح بحرية للتعاون والاستفادة في مجال الصناعة البحرية مهنئا لكل المكرمين من الموظفين المتميزين آملا أن يترجم هذا التكريم في أدائهم وعملهم المستقبلي ومن جانبه ألقى القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون البحرية الكابتن ميسلم بو عمرو ألقى كلمة أكد فيها على أهمية هذا الاحتفال للبحارة الذين يواجهون ظروفا صعبة ويتعرضون للحوادث والأخطار والتهديدات الوشيكة تخلى للحفل عرض فيلم وثائقي تعريفي بمهنة البحارة والجهود التي يبذلونها في الدفع بعجلة التجارة العالمية وتم في نهاية الحفل تكريم كوكبه من البحارة والعاملين في الشؤون البحرية بشهادات شكر وتغدير بالإضافة إلى تكريم كبار الحاضرين في الحفل نظم معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بتعاون مع منظمة مارس توبس بالعاصمة لموقتة عدن حفل تخرج لثلاثين قابلة مجتمعية وكدى وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحيبة حين تخرج هذه الدفعات سيحدث وضافة جديدة للغطاء الصحي مشيرا إلى اهتمام الوزارة ببناء القدرات والتوجه للاعتماد على الخدمة المجتمعية والتي تعتبر الغابلات ركنا أساسيا فيها لتقديم الخدمات الصحية لا سيما في المناطق النائية لافتن إلى أن الوزارة أنتقت استراتيجية القابلات ودعى وزير الصحة الشركاء الغطاء الصحي إلى الاهتمام بالمعاهد الصحية الحكومية ومساعدتها في تطوير معامل المهارات وقاعات الدراسة فيها مجددا التأكيد على ضرورة الإشراف الحكومي على المعاهد الصحية الخاصة وإلزامها بتطبيق المعايير القانونية للتعليم الصحي ومن جانبه استعرض عميد المعاهد الدكتور جمال مذيب المراحل التي مر بها البرنامج التدريب الذي استمر لمدة ثلاثة أعوام واستهدف ثلاثين قابلة من مديريات محافظتي عدن وتعز تفقد وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحي بيح ومحافظة أبيانا اللواء الركن أبو بكر حسين سالم عددا من المرافق الصحية في المحافظة ومراكز عزل الإسهالات المائية الحدة والكوليرا التفاصيل في التغرير التالي قام وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحي بح ومحافظة أبيانا اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بزيارة ميدانية لعدد من المرافق الصحية الحيوية في محافظة وخلال الزيارة التي رفقهم العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد صحة الإقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور والسكان الدكتور سالم الشباحي مركز عزل الكوليرا في منطقة الكود فقد حالة المرضى وجودة الخدام اليوم كنا سيادة محافظة أبيان والأمير العام بزيارة المحافظة طبعا اطلعنا على الوضع الصحي في محافظة أبيان لا شك أن هناك تحديات كبيرة خصوصا فيما يخص مراكز العزل التي تواجه حاليا إنشار واسع الحالات الكوليرا والسهالات المائية الحادة ولا شك أن هذا يستدعي تدخل عاجل سواء من قبل الحكومة مثلا بزارة الصحية الصحة أو زارة المالية ندعو إلى الدعم الكبير لمحافظة أبيان التي تحتاج صراحة إلى دعم استثنائي وعاجل وهذا ما إن شاء الله سنقوم برفعه إلى دولة رئيس الوزراء لأن الوضع الصحي في محافظة أبيان مر بمرحلة حارجية وخصوصا مع زيادة الحالات الوبائية ثم انتقل إلى مستشفى زنجبار العام حيث تفقد الأقسام المختلفة والسمع إلى تقارير حول احتياجات المستشفى من موارد طبية ضرورية بما في ذلك الأدوية والمحاليل الوريدية ولا شك أن المحافظة تبدو الجهد ووزارة الصحة قدمت ما تستطيع من لديها لكن نعتقد أن الوضع الصحي بحاجة إلى تدخل أكبر سواء من الحكومة أو من المنظمات الدولية التي بحاجة إلى تدخل أكبر ونوعي في محافظة أبيان الذي منذ 15 عام والوضع العام في المحافظة تعرض لكثير من التدمير سواء عبر الإرهاب أو عبر الحروب المتصارع المتالية وبالتالي المحافظة بحاجة إلى دعم استثنائي سواء من الحكومة أو من المنظمات الدولية التي لا شك أنها بحاجة لتدخل العاجل في محافظة أبيان إن شاء الله كما قام الوزير والمحافظ بجورة في مركز التوليد والصحة الإنجابية بالمستشفى حيث تفقد سير العمل وتبادل وجهات النظر حول تحسين الخدمات المقدمة للمقف الفريق عند هذا الحد بل زاروا مستشفى الرازي بجعار حيث افتتحوا أقساما جديدة تضم السر للأطفال وأقساما للتغذية والخدج بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين ساعدنا بالزيارة معالي الوزير الصحة إلى محافظة أبيان وهذه خطوة رائعة ونحن نسرورا بتواقد الوزير وهذا اندل على شيء فإنما يدل على اهتمام وزارة الصحة بالوضع الصحي في محافظة أبيان مثل ما يعرف الجميع أن هناك وباء منتشر في المحافظة وناشدنا وخاطبنا كثير من المنظمات الدولية وكذلك وزارة الصحة وبادروا إلى تقديم الدعم ولكن نحن نعول على هذه الزيارة بأن يكون هناك دعم أكبر واهتمام أكبر رافقهم في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين الصحيين والمحليين وهو ما يعكس والتزام الحكومة والسلطة المحلية في محافظة أبيان بتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الأوبية في المحافظة لقناة عدن فضائية وضح شليلي محافظة أبيان بحث وزير الشباب ورياضة نايف صالح البكري مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبدالشريف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفاق التعاون المشترك وأكد الوزير البكري على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين بلادنا وبريطانيا وضرورة تعزيزها وتطويرها خاصة فيما يخدم قطاعات الشباب والرياضة والمرأة بالإضافة إلى مجالات التدريب والتأهيل والفنون والإبداع ودعم وتشجيع ريادة الأعمال ومشيدا بمواقف حكومة المملكة المتحدة الداعمة لشرعية في جميع المجالات وشدد الوزير البكري على ضرورة الاستفادة من التجربة البريطانية في تأهيل وتمكين الشباب اليمني عبر تنفيذ برامج مشتركة وبما يهدف لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على وعي الشباب والمجتمع بأكمله وصولا لتحقيق سلام دائم ينهي الانقلاب الحثي ودعم مؤسسات الدولة الشرعية لضمان بناء مستقبل قائم على الأمن والعدل والمواطنة المتساوية ومن جانبها أكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية وحرصها على أن يكون الحل في اليمن عادلا حتى يؤسس للاستقرار الدائم ويتجنب فيه اليمن أي صراعات مستقبلية بالإضافة إلى سعيها لتعجز العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تشكلت عبر أجيال عديدة زار وزير الصناعة والتجارة محمد الأشوال عددا من المصانع الكبرى في مقاطعات قويتشو الصينية للإطلاع على التطور الصناعي والتكنولوجي والتقنية الصيني وفتح أفاغ جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين الصديقين وخلال الزيارة طاف الوزير الأشوال بمراحل أقسام غاعدة القبان لصناعة السيارات منها ما تعمل بالبلدين ومنها المتطور الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية كمزار مصانع ومزار التشاي متطلعا إلى الاستفادة من التطور الانتاجي والصناعي والتجربة الصينية على المستوى الاقتصادي والتجاري وشاد الأشوال بالتجربة الصينية الرائدة في مقالات الانتاج والابتكار الصناعي والتجاري واستخدامها لأحدث التغنيات في مختلف المقالات الأمر الذي ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصينية في الأسواق العالمية متطلعا من جمهورية الصين الصديقة المساندة بخبراتها وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح أفاق جديدة للاستثمار والشراكة والتي تربط البلدين الصديقين وجدد وزير الصناعة والتجارة دعوته للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن لمواصلة العنشطة التجارية والإنشائية والتي توقفت بسبب انقلاب الميليشيا الحوثية والإرهابية مؤكدا بأنها ستمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي وتغلب على الصعوبات والتحديات الاقتصادية والإنسانية اطلع وزير الجراعة والريوثر والسماكية الوسائل معبدالله السقوطري على مشروع استصلاح مزارع النخيل بمنطقة قيسوة الممولة من الوزارة الاتحادية الألمانية وبرامج الأغذية العالمي والتي تنفذها منظمة العون الإنساني والتنمية في سقوطرا ضمن أنشطة مشروع سبل العيش متعدد السنوات ويتضمن المشروع بناء سور لمزارع النخيل بالإضافة إلى تأهيل قنوات الري وبناء صالة استقبال في المزرعة كما اطلع الوزير السقوطري على الأعمال المنجزة من مشروع حماية مزارع النخيل في وادق النسية ويهدف المشروع إلى حماية مزارع النخيل والأراضي الزراعية في وادق النسية التي تعرضت للأضرار جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها سقوطرا في الأعوام الأخيرة نتيجة الكوارث الطبيعية واستمع الوزير السقوطري إلى شرح مفصل من الغائمين على المشروع حول سير عمل المشروع ومراحل إنجازه شاركت بلادنا في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والمنظمة النظامية في المنطقة العربية المنعقد في مقر الأمان العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة الدول العربية سفير رياض العكبري وتطرغ السفير العكبري في مداخلته خلال المؤتمر إلى تحديات الهجرة إلى اليمن والجوانب المختلفة لهذه الظاهرة مؤكدا أن اليمن لن تألو جهدا في الإسهام بالتنفيذ الفقال لاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية داعيا إلى تكثيف مساندة ودعم بلادنا في هذه الظروف الاسطنائية التي تمر بها وطالب السفير العكبري منظمة الهجرة الدولية والمنظمات الدولية المعنية والدول المانحة إلى سرعة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في تحمل الأعباء الناجمة عن تدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير شرعيين إلى بلادنا ومساعدة الحكومة في معالجة أوضاع المهاجرين وترتيب العودة الطوعية إلى بلادهم اختتم بمقر الأمانات العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لعمداء ومدراء المعاهد والمراكز القضائية العربية بمشاركة اليمن بوفد ترأسه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال عبيد وناقش الاجتماع العديد من المحاور أهمها تفعيل ثقافة التعاون القضاء في مناهج المعاهد القضائية والتحول الرقمي لبرنامج التدريب والتأهيل ومدى إمكانية تطبيقه في المعاهد القضائية العربية إضافة إلى تصنيف توصيات اجتماعات المعاهد الغضائية ومراجعة وتحديث مدونة أخلاقيات وسلوكيات القضاء شاركت بلادنا في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية لطيران المدني والمنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط بوفد ترأسه رئيس الهيئة العامة لطيران المدني الكابتن صالح بن هيد وأكد رئيس الهيئة العامة لطيران المدني في كلمة بلادنا أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطيران المدني وضرورة تطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لتحقيق التغدم المنشود في هذا الغطاء الحيوي داعيا إلى استمرار تقديم الدعم والتسهيلات للتخفيف من معاناة اليمنيين وتسهيل حركة تنقلهم لمختلف دول العالم خاصة في الوضع الصعب الذي تشهده بلادنا جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية وما تسببت به من تدمير للمطارات وإيقاف حركة الطيران والاستيلاء على أموال الناقل الوطنية للخطوط القوية اليمنية منذ العام 2014 والبالغ أكثر من 120 مليون دولار أمريكي ومنعت بذلك عملية إكمال صيانة وتطوير الناقل الوطن للجمهورية اليمنية وأشار بن نهيد إلى قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا لاستيلاء على ثلاث طائرات تابعة للخطوط القوية اليمنية كانت تقوم بنغل حجاج بيت الله الحرام ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف ومعرضة حياة المدنيين للخطر ومعززة النهج النهبي للمال العام وكذلك المال الخاص شارك في الندوة أو في الدورة سفير بلادنا لدى المغرب السفير عز الدين الأصبحي الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطغس وإدراجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيات الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم النشر مشاهدين الكرام عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من العنوين رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الأمريكي ورئيس جمهورية بيلاروسيا بذكر استغلال بلديهم الصديقين وزير الخارجية يبحث مع سفراء الإمارات وأمريكا وفرنسا تنسيق المواقف إزال قضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الإعلام يؤكد أن تصعيد ميليشي الحوثي بالتزامن مع مفاوضات مسخط استهتار بجهود التهديئة وأحلال السلام انتهت نشرة الأخبار مشاهدين الكرام قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم أدامة اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة